من جديد تعود طهران لممارسة هواياتها في انتهاك السيادة العراقية وقتل الأطفال والنساء والشيوخ تحت عناوين وحجج ومسميات كانت قد نفتها الحكومة العراقية من وقت سابق وحضر التحقيقات هذه ممثلين عن الإيرانيين واطلعوا على كل ما كان يدعوه الإيرانيين بوجود إسرائيلي في العراق يهدد أمن إيران هذه القصة تحدثنا بها أربيل التي قصفت عشرين مرة من قبل طهران أرض عراقية خالصة نحترمها ونحترم أهلها ولا نحترم أي عياد آثمة تمتد عليها لأن الوطنيون العراقيون لا يجزئون الدم على أساس القومية والعرق والانتماء والمذهب إيران التي تعود كل مرة لممارسة هذه الهوايات تنكرت للدور الكبير الذي لعبته الحكومات العراقية فالحصار الأمريكي الظالم على شعب إيران وكانت الرئة التي يتنفسون منها سياسيا واقتصاديا وتجاريا ونحن نحترم العلاقة مع إيران لكن لا نحترم هذه السلوكيات وقادتها إيران والإقليم والعالم كله يجب أن يضع تماثيلا لشهداء العراق وقادة العراق الذين قادوا الحرب ضد داعش بعد أن عجزت القوى الكبرى عن محاربته ولولا تضحيات العراقيين على الأرض لكان داعش يابثوا هنا وهناك هذه البلدان المستقرة التي أصابها زلزال صغير وأزمات داخلية صغيرة بدأت تتخبط وتستخدم أسلحتها هنا وهناك هروبا من الأزمات الداخلية التي تعاني منها لله درك يا عراق على كل الذي حصل ويحصل عليك كل هذه السنوات بعد أن تكالبت كل قوى الشر لا نقبل لإسرائيل قدر ولا لأمريكي قدر ولا كان من يكون على الأرض العراقية يهدد الأمن القوم الإيراني ولا التركي ولكن في ذاعة الوقت لن نقبل أن يقتل طفلا عراقيا أو تنتهك السيادة العراقية من قبل هذا وذاك تراقصا على ما يمر به العراق كل العراقيين الشرفاء يستنكرون هذا جبان من سكت عندما ضرب الحجد الشعبي من قبل الأمريكان وجبان وأشد قذارة من صمته وخرس لسانه عن قصف إيران لقتل أبنائنا الرجال رجال والمواقف تكتب للرجال واليوم التصريحات للسيد محمد الشياء السوداني عندما قال هذا عدوان إيراني لن نسكت عنه هذا موقف ما عدنا عداء مع إيران ولا مع تركيا ولا مع الخليج هذه شعوب نحترم أمنها ويجب أن تعمل الحكومات العراقية على أن تعزز أمنها ولن تقبل لهذا وذاك لكن ما نصير ملتخل يسوى والما يسوى كيفما اتفق وكيفما يقرر ومتى ما يريد